قررت قيادة التحالف السيادة انهاء عضوية النائب محمد قتيبة من صفوفها وذلك لارتباطه بشخصية غير منضبطة وانصياعه بشكل متكرر لمحاولات رجلا طامع يفكر بمصالحه الشخصية بابتزاز قيادات التحالف ومحاولاته المتكررة في إجهاض حق محافظة ديالا بالحصول على استحقاقها السياسي لمرتين في التشكيلة الحكومية الأخيرة قيادة التحالف في بيان لها أوضحت أن محمد قتيبة عمل ضد ترشيح الشيخ عبدالخالق العزاوي وحرم محافظة ديالا من ذلك التمثيل لافتة الانتباه لأن التآمر على حقوق أهالي ديالا ولأغراض ومصالح شخصية من قبل شخص مصاب بداء الوهم أمر مرفوض ويجب أن يتوقف مردفة بالقول إننا على عهدنا والتزامنا مع جماهيرنا في ديالا وستكشف الأيام المقبلة عن حجم التآمر والفرص الضائعة على أهل المحافظة بسبب بعض المفلسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة